موسيقى السلام عليكم ورحبكم في هذا الفيديو جديد من فيديوهات اللي خصصناها لدراسة وراثة الساكنة وهي الفيديو رقم تمانية واللي غنشوفها الحالة التانية دي انتقان بورتة لدى الساكنة وهي الحالة ديال تساوي السيادة ولدراسة الحالة نقترح المعطاية التالية داخل الساكنة طبيعية ورد المعطاية يقولون طبيعية فلا نعرف هل هي متوازنة أو لا وبالتالي من اللي لا نعرفها متوازنة ما الذي نقوم بإمكانك 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 الحليلات وتردد الأنماط الوراثية التي أعطاها قانون هاردي وإنبال نبقاش خداما عندنا خاصة نقلب على الترددات بالطريقة الأولى والأصلية لدرسنا في الفيديو الخاص بطريقة استخراج الترددات ديال الحليلات والأنماط الوراثية انطلاقا من المعطاية وفي الحالة العامة أي بدون أن تكون الساكنة متوازنة إذن داخل ساكنة طبيعية من الماعز تتكون من عشر لف فرد يتوفر داخل الساكنة لون الفرد لديها بثلاث مظاهر خارجية مختلفة اللي هي أسود وأبيض ورمادي فكتبان انطلاقا من المعطاية بأننا في إطار دراسة حالة جديدة لأن في الحالات السابقة كان يخرجنا فقط جوجة المظاهر الخارجية اللي كان خاصهم يكونوا إما أسود أو أبيض في الحالة اللي كانت عندنا مورثة في حالة سيادة تامة مدام خرجنا اللون الرمادي داخل الساكنة اللي في عشر لف فرد فاللون الرمادي هو يخص بعض الأفراد الموجودين داخل الساكنة وهو يدل على أن الأمر فعلا يتعلق بتساوي السيادة لماذا؟ لأن الرمادي هو وسيط بين اللون الأبيض واللون الأسود نكمل المعطيات عندنا داخل الساكنة أن الدراسة أثبتت توزيع هذه المظاهر الخارجية على النحو التالي داخل الساكنة الأصلية بحيث أنه لدينا 3000 فرد بلون أسود للفرو 3000 فرد عنده لون أبيض للفرو والبقية اللي هي 1000 فرد عندها لون رمادي للفرو الإنجازات أو الأسئلة أولا حد الترددات مختلف الأنماط الوراثية والحليلات ثانيا بيّن هل الساكنة متوازنة ولهذا قلنا فالأسخط أن الساكنة طبيعية لا نعرف هل هي متوازنة أو لا فقد نبدأ بالسؤال الأول اللي هو تحديد ترددات الأنماط الوراثية كما قلنا علما بأنه عندنا ثلاث ألوان مختلفة أسود وأبيض ورمادي وأن ظهور هالثلاث مظاهر خارجية عوضة اثنين في الحالة السيادة التامة يؤكد فعلا بأننا في إطار تساوي السيادة لماذا؟ لأن اللون الرمادي هو مزيج بين الأبيض والأسود إذن تأكدنا من أنها حالة تساوي السيادة سوف نرمز للحيل المسؤول عن اللون الأسود بأن كبيرة لماذا؟ لأنه قلنا هناك تساوي السيادة ونرمز للحيل المسؤول عن اللون الأبيض ببي كبيرة لأنه دائما في إطار تساوي السيادة بينما وهذه خصنا ضرورة رضو لعلبال اللون الرمادي لا يتوفر أو لا يتحكم فيه أي حيل وفيما نلقى اللون الرمادي فهو مزيج بين تعبير للحيلين معا بي كبيرة وأن كبيرة الآن مللقنا هذا الرمز فتساوي السيادة كحالة داخل الساكنة سهلة جدا في الدراسة ديها العلاج لأن مباشرة ترددات دي المظاهر الخارجية المعطينا هنا إذن هذه الترددات دي المظاهر الخارجية المختلفة تعبر مباشرة عن ترددات الأنماط الوراثي الموافقة لها كيف شغل فهم هالجملة؟ هو لمشينا الآن بغينا نحسبه التردد دي النماط الوراثي متشابه الإختاران سيكون مباشرة مساوي لتردد المظاهر الخارجي الأسود نفس الشيء بالنسبة لأنبي اللي هي نمط الوراثي دي الأفراد اللي عندهم مظاهر خارجي رمادي وهو أنبي اللي يجبع لنا بين الحيلين ثم عندنا نفس الشيء سنطبقه على الأفراد اللي عندهم نمط الوراثي تردد ديهم سيساوي مباشرة التردد للأفراد اللي عندهم المظاهر خارجي أبيض أو بي كبير على اعتبار أننا ندرسه حالة تساوي السيادة إذن باش نخرجوا الآن فقط عدنا تطبيق هذا دي اللي هو عدد الأفراد اللي عندهم فرو أسود هو 3,000 فرد على المجموع الحصيص لهو 10,000 فرد فتساوي 7,3 عدد الأفراد اللي عندهم فرو رمادي هو 1000 على 10,000 كحصيص تساوي 7,1 وعدد الأفراد اللي عندهم فرو أبيض اللون 6,000 فرد على الحصيص 10,0 فرد تساوي سوف نتأكد منها كنجمعه بين هادو بثلاثة فكتخرج لنا بالضبط هي واحد اي التردد الاجمالي وبالرغم من انه عدنا حالة دي التساوي السيادة فكنعطيه نفس الرموز السابقة سوف نعتبر ان هاد النمط الويراتي هو بالتردد ديال وغنعتبره والنمط الويراتي السائد وغنعطيه دي كبيرة والنمط الويراتي مختلف اقتران ان بغنسميه اش والنمط الويراتي الاخير غسمي هو ومنها نقدرون نخرج الترددات ديال الحليلات لعندنا جوج ديال الحليلات الحليل الاول المسؤول عن له الاسود كيف هجل نخرج التردد ديره بتطبيق طريقة اللي شفناها في الفيديو التانية اللي خصصناها لطريقة الحصول على الترددات او حساب الترددات F ديال N كبيرة ستساوي D زائد H على 2 ونفس الشيء بنسبة لب كبيرة ستساوي R زائد H على 2 تطبيق عددي تساوي بنسبة لتردد ديال N كبيرة ساوى فاصلة ثلاثة اللي هي ديال قيناه هنا زائد H على 2 H كانت عددنا 0.1 على 2 هي 0.05 تساوي 0.35 نفس الشيء بنسبة لب كبيرة هي تساوي 0.6 زائد 0.05 تساوي 0.65 نتأكدوا منها إلي جمعنا هذو بجوج خاصة تخرجينا واحد وهو بالفعل الذي يحصل 0.35 زائد 0.65 كتخرجنا في واحد مجموع ترددات ديال أنماط الوراثية مساوي لواحد مجموع ترددات ديال الحليلات يساوي واحد إذا العمل لدرناه صحيح الآن الجزء الثاني من هذا التمرين وهو دراسة التوازن الساكنة اللي كان عندنا السؤال بين هل الساكنة متوازنة إذن في دراسة التوازن الساكنة فحنا كان عارف يقدر التأكد من أن الساكنة متوازنة أو لا وهي استعمال اختبار التطابقية واختبار الساكنة اللي كان اعتمد فيها لثلاث سياغ وأهمها هو كي دو لكن كي دو كي خلقنا وحد الإشكال وهو أنه خصنا القوما نسمي الأعداد الافتراضية أو النظرية والأعداد الملاحظة داخل الساكنة وكان قارن بنتها وكان الخرج بصيغة كي دو إذن كيف سنخرجوا الآن الأعداد الملاحظة والأعداد النظرية دي الكل مطوراتي خاص إذن في دراسة توازن الساكنة عندنا نحن اللي عارفين في الجيل السابق كان نخرجنا هالترددات دي الحليلات وهالترددات دي الأنماط الوراثية في الجيل الموالي لم عندناش بمعنى أنه في الجيل الموالي ناتج عن تزاوج من أفراد الساكنة السابقة هذه المعطايا دي الجيل الموالي ما عندناش ولكن سوف نفترض أنه في الجيل الموالي خاص يكون عندنا طبيعي نفس المظاهر الخارجية الثلاث اللي هي أسود وأبيض ورمادي ونفس الأنماط الوراثية اللي هي دائما N كبيرة N كبيرة اللي عندنا هنا وN B وB ب ولكن وشغ يكون عندهم نفس هذه الترددات بالنسبة الحليلات إذا كان عندهم نفس ترددات في الأنماط الوراثية ونفس ترددات في الحليلات فهنا هذه ساكنة متوازنة إحنا ما زال نقلب على هل الساكنة متوازنة أو لا وقلنا الإشكال هو أنهم عندناش أي معطيات خاصة بالجيل الموالي إذن شنو كنديرو كنمشيو الجيل الأصلي وكناخدو الأمشاج التي سوف وينتجوها وكندوزها الإخصاب باش كتعطينا الأنماط الوراثية والمظاهر الخارجية المتوقعة والمفترضة في الجيل الموالي وكننقارن بين الأعداد النظرية اللي في الجيل الموالي والأعداد الحقيقية أو الملاحظة في الجيل الأصلي وكننخرج بالاستنتاج نجيو الآن لطريقة حساب هذه الأنماط الوراثي أو تردودة الأنماط الوراثية والمظاهر الخارجية في الجيل المولي بالاعتماد على الأمشاج المحصل عليها في الجيل الحالي الأمشاج المحصل عليها في الجيل الحالي هي جوجة الأمشاج بالنسبة للذكور وجوجة الأمشاج بالنسبة للإينات وكل مشيج من هذه الأمشاج يحافظ على هذه الترددات فالطريقة هي بسيطة شنو نديره؟ غد ناخده الدكور في الجيل الأصلي والإينات في نفس الجيل الأصلي فالذكور يعطينا مشيج أول لهو N تردده صفصة 35 وأيضا مشيج B الذي تردده سيكون هو صفصة 65 وهو نفس الشيء بالنسبة للإينات مشيجين صفصة 65 بالنسبة لB وصفصة 35 كتردد دي المشيج الذي يحمله الحلل N والعملية هي سهلة في حل القواني الإحصائية بشكل عادي سنأخذ شبكة التزاوج وفي شبكة التزاوج كما نعرف بأنه سنضع الأمشاج ديال الضكور والأمشاج ديال الإينات بيعنا أمشاج جميع الضكور إذن جميع الضكور اللي عندنا لا تنتجوا إلا هذه الأمشاج إما B كبيرة أو N كبيرة سنوضع هنا N كبيرة بترددها اللي هو صفصة 35 و B كبيرة بترددها اللي هو صفصة 65 نفس الشيء هنا بسبب الإينات سنعطينا نفس الأمشاج N كبيرة 035 وأيضا B كبيرة بتردد 065 وكم بدون نعمر هنا بالبيضات المتوقعة وكم نوضع لها الترددات ديالها التردد ديالها اللي غتكون هي N كبيرة على N كبيرة فكي كنا عدنا هو تردد ديال 35 في صفر فاصلة 65 وكم نعود العملية في الخانات المتوقعة لكي نحصل على النتائج التالية كتلخيص لشبكة التزاوج وكم نلقى فد نتائج بأنه كل أفراد ديال الجيل الموالي اللي عندهم النمط الورياتي N كبيرة N كبيرة عندهم مظهر خارجي N كبيرة وباش نحصل عليهم خاصنا إخصاب يتم بين حليل N كبيرة والحليل الثاني N كبيرة بالتردد ديالهم بجوجله هو متساوي إذن هو 0.35 0.35 تساوي 0.1225 أو 0.122 بالنسبة للنمط الورياتي الثاني فهو كعتنى مباشرة المظهر الخارجي وحنا قلنا في حالة تساوي السيادة فالقاعدة تقول بأنه كل نمط الورياتي يعبر مباشرة عن المظهر الخارجي عندنا ثلاث نمط الورياتي مختلفة إذن عندنا ثلاث مظاهر خارجية مختلفة هذا N تعني بأن المظهر الخارجي هو ديال الأفراد ديال الجيل الموالي وهو رمادي كيف حصلنا عليه بالإخصاب بين ما شيج يحمل الحليل N كبيرة وما شيج يحمل الحليل B كبيرة ومن اللي كان مشيه شبكة تزاوج فكالقاو أن هاد الأفراد اللي عندهم N B كنمط الورياتي كانين في جوج ديال الخانات N B N B وهذا هو السبب اللي خلالنا نديرها في 2 تساوي 2 في 0.35 في 0.65 تساوي 0.455 فحنا ما عطينا شهنة جابكة تزاوج باش تدربوا على الإنجاز ذيالها ما يهمنا هو النتائج التي نحصل عليها يبقى عندنا تردد ديال نمط الورياتي الأخير المتشابه الإختران اللي وكعطينا أفراد اللي عندهم مدر خارجي بلون أبيض وكيف حصلنا عليهم وبإخصاب بين الحليل B كبيرة والمشيج الذي يحمل نفس الحليل بالتردد ديال المتساوي اللي هو 0.65-0.65 فقد أعطينا النتيجة 0.425 إذن هذه كلها ترددات ديالأنماط الورياتية ديال الجيل الثاني أما في الجيل الأصلي فالترددات ديالأنماط الورياتية هي اللي خرجناها مسبقا وهي هالترددات اللي عندنا هنا واللي كتبا بأنها مختلفة عن ترددات ديالأنماط الورياتية في الجيل الموالي فهذا لا يكفي للقول بأن الساكنة غير متوازنة على اعتبار أن قانون هارديوينبرغ يقول ويؤكد بأنه إذا كانت ترددات الأنماط الورياتية تابتة وترددات الحليلة تابتة عبر الأجيال المتعاقبة فإن الساكنة متوازنة ولكن ما نقدرش نخرج بها من هنا لأنه سنضروري ندوز إلى اختبار التطابقية في اختبار التطابقية المفروض أننا نحصل على عدد الأفراد النظري لكل نماط الورياتي كيفاش نقدر نحصل على عدد الأفراد النظري لهذه الأنماط الورياتية علما بأنه لا توجد في المعطايات أي معلومة حول عدد الأفراد ديال الجيل الموالي نحن عندنا فقط في المعطايات الجيل الحالي وافترضنا أنه في الجيل الموالي هذه هي الترددات للأنماط الورياتي المختلفة تحتفظ أن نقدر من أحداد الأفراد التي لديهم سواء النمط الورياتي أن كبيرا أن كبيرا والأفراد التي لديهم أن كبيرا بكبيرا كنمط الورياتي و الأعداد للأفرادпрозд yanlış الموالي فكيفاش الطريقه ما هي؟ نحن نحن نعرف أن تردد النمط الويراتي N كبيرا فعن الآن؟ يجب أن يجب أن يدرش من عدد الأفراد في عدد من عدد الأفراد على الحصيص وبالتالي يデ month العدد الأفراد لديهم N كبيرا سيكون مساوي للتردد للأفراد لديهم النمط الويراتي في الحصيص اللي هو N شنه هو الحاصيس اللي عندنا في الجيل الموالي اللي غنقارنه بالجيل السابق سوف نفترضه بأنه حتى في الجيل الموالي عدنا العدد هو نفسه لهو 10 ألف فرد وغنخدمه بنفس العدد اللي خدمنا به في الجيل الأصلي فنحصل بالتالي على الأعداد المختلفة دي الأفراد اللي عندهم الأنماط الوراثية المختلفة إذن أعرف تيراد أن الجيل الموالي أيضا سوف يضم نفس العدد الإجمالي لأفراد وهو 10 ألف فرد فكتسهل العملية قد تقول لي عدنا T بمعنى تيوريك العدد النظري دي الأفراد اللي عندهم نمط الوراثي N كبيرة ونقلب أيضا على العدد النظري دي الأفراد اللي عندهم NB والعدد النظري دي الأفراد اللي عندهم B كنمط الوراثي فالطريقة اللي قلناها هي سهلة سنأخذ كما قلنا 0.125 وهي التردد N كبيرة في الحصيص N فتساوي 1225 فرض مفترض في الجيل المولي ثم بالنسبة لعدد الأفراد N بي ستطبيق نفس القاعدة التردد N بي يساوي عدد الأفراد اللي عندهم نمط الويلة N بي على المجموع هذا المجموع افترضنا هو 10 ألف التردد N بي عارفينه هو 0.455 فكيكون عددنا N ديال N بي تساوي التردد N بي في 10 ألف اللي هو الحصيص والذي سيكون مساويا ل4550 كنتبقوا نفس الطريقة على العدد النظري ديال الأفراد اللي عندهم النمط الويلة بي كبيرة بي كبيرة غناخدو التردد ديالهم بصفة 4025 في 10 ألف تساوي 4025 فيلاحظونا خذينا أربعة أرقام من بعد الفاصلة لأن عددنا العدد الإجمالي هو كبير هو 10 ألف فرد وبتالي حيدنا هذا الرقم الأخير من كل تردد فكيولا عددنا نقصا ديال عدد نسبيا كبير من الأفراد وكي دخلنا الشك ربما أن العمل اللي درنا خطأ فبتالي غتأخذوا أكبر عدد ممكن من الأرقام بعد الفاصلة من 3 إلى 4 ديال الأرقام لقنا الآن الأعداد النظرية التي افترضناها في الجيل الموالي ديال هذه الساكنة بينما كما قلنا الأعداد الملاحظة لكلمزولة EO أو E0 E بمعنى Efective و O هي Observe أي الأعداد الملاحظة يمكن استخراجها مباشرة من الأفراد الأصليين اللي عندنا في المعطيات والذين يمثلون الساكنة الأصلية هي نفس الأعداد الملاحظة وبالتالي سيكون عندنا أنه بالنسبة ل E0 أو EO ديال النمط ويراتي N كبيرة N كبيرة سيكون هو العداد اللي عندنا في المعطيات وهو 3.000 فرد وأن E0 ديال N B تساوي 1.000 فرد و E0 ديال B B تساوي 6.000 فرد فكبال أنه في الأعداد عندنا اختلاف بين الأعداد الملاحظة والأعداد النظرية ولكن ما كانت توقفوش هنا خصنا ضروري ندوزو إلى اختبار تطابقي لشنو فيه ثلاث صيغة يتم استعمال وصيغة الأولى وهي K2 به الصيغة وهي عدد الأفراد النظرية لنمط ويراتي معين ناقص عدد الأفراد الملاحظ لنفس النمط الويراتي 2.000 و في الأسفل في المقام عندنا عدد الأفراد الملاحظ لنفس النمط الويراتي بمعنى أن K2 نريد حسب هنا تساوي ET N ناقص E0 N S 2 على E0 نفس نمط الويراتي الن زائد ET N B ناقص E0 نفس نمط الويراتي N B S 2 على E0 B إذن هذا المجموع كامل هو الذي سيمثل K2 الصيغة الثانية التي سوف نحتاجها في اختبار تطابقية وهي درجة الحرية الذي يساوي عدد أنماط الويراتي يشحل عندنا من المطويرات مختلف عددنا 1 2 3 عدد الحليلات التي عندنا الحليل N والحليل B بينما قلنا اللون الرمادي لا يوجد له أي حليل يتحكم فيه بل هو الجمع بين الحليل إذن عدد أنماط الويراتي التي عندنا هو 3 ناقص عدد الحليلات هو 2 إذن يتساوي 1 ثم معدنا الصيغة الثالثة وهي احتمال الخطأ لرمزنا لألفا والذي يساوي دائما 5% أي 0.05 بالتطبيق الصيغة التي ترونها سابقا DLK2 فلقنا هذه القيام لل العداد النظرية والعداد الحقيقية وهنا مشكل سوى ضرط E0 ناقص E0 أو E0 ناقص E0 ستخرج في النفس النتيجة لأن دائما هي مربعة وبالتالي هي دائما موجبة وكن نلقى في الأخير بأن إذا طبقنا هذه الصيغة سنلقى أنه عندنا عدد كبير جدا من قيمة Key2 المحسوبة التي قمنا بالحساب إذا لقنا Key2 المحسوبة لقنا درجة حرية عارف إنها مش خطأ كيف في الآن أن نجمع هذا شي ونضر داخل الجدول التي فيه كما قلنا جميع القيام درجة حرية احتمال الخطأ وأيضا Key2 Key2 التي لقنا قلنا هي كبيرة 14,177.8 وقلنا بأنه نقارن ها دائما مع Key2 المرجعية ما هي Key2 المرجعية هي التي فيها الخطأ الجدول وبالضبط لدينا احتمال الخطأ هو 0.05 إذن هو هذا العمود الذي لدينا الإطار بالأحمر ثم لدينا داخل العمود مجموعة من القيم Key2 وليست واحدة لدينا نقارنها بقيمة مرجعية واحدة شنو لغ يحددها هو القيمة ديال درجة الحرية DDL فإذا مشينا مع هذا السطر كتولي لدينا القيمة التي سوف نقارن Key2 المحسوبة هذه Key2 محسوبة هي أكبر بكثير جدا من Key2 المرجعية وهي 3.841 وبالتالي نستنتج بأن الساكنة غير متوازنة كتبعنا بطبيعة الحال طريقة الحساب Key2 شوية معقدة وطويلة كعمل حسابية ولكن هي طريقة الوحيدة التي تمكننا من التعرف على هل الساكنة متوازنة أو غير متوازنة في الفيديو المقبلة وهي الفيديو التاسعة سنرى حالة جديدة من انتقال الخبر الوراتي وهي حالة انتقال مورثة واحدة في حالة ارتباطها بالصبغيات الجنسية وهي إما X أو Y وهذا الانتقال هو داخل الساكنة بأكملها واللي كنتمنى أنكم تابعونا في فيديو مقبلة باش نفهموا هذه الحالة في انتظار أن نلتقي في الفيديو المقبلة كنتمنى تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر